الحمد لله اللهم كن لإخواننا في غزة اللهم نقوي شركتهم اللهم أعلي روايتهم اللهم سدد رميتهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حيضا كثيرا طيبا مباركا فيه من أسماوات ومن الأمارك ومن الأجزاء بينهما ومن الأشياء مشاهد بنا بعض نستعلم ويستعلم طراب بفضله واسق بجفع مؤمنين نفعه ونستغفره وما يسترشده ونستهديه ويؤمن دونه ويكترونه إليه ويتوكر عليه ونعلم دوني تعالى من شغور أنفسنا ومسائلات لعمالنا لأنه يدون دونه فلوة مطلرة ومن دونه فلوة ماضية له وشهد الله إلى ميد الله وحده من الله شريك له وأشهد أنه محمدا عبد الله ورسوله وصفيره من خلقه وخليه بلغ الرسالة وأدى الأمينة ونصح الأمينة فكشف الله بهنغينة وفتح بنا آل من عين وذانا سما وقلوب غلفة وعند صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين يا الله ستقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق بيها زوجها ويسى بيها رجالا كثيرا ونساءا والتقبع الذي تساءلين به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبة يا يوم الله تقبع وقولوا قولا سديدا اجه لكم أعمالكم ويغفر لكم ذلكم ومن انتهى الله ورسوله بقد في هذا فوز العظيم أما بعد لأن خلق كرامك نبدو وقال الهدي هدي وحي دنيا صلى الله عليه وسلم وشرى الانور الوحدة ساتوها وكل محداثة بدعة وكل بدعة جلالة وكل جلالة في النار ثم أنا ما بع تحدثنا في الاسبوع النار وذكرني بعدا عن قصة صلع الحدوية لكم هذا الحديث إن شاء الله نصلك ومنشان اندى خطبة اه بات اباو صلح الحدوية التريتي الحدوية امتدي إن شاء الله كنتو توقع باتلت مور اباتد توقع باتلت مور اباتد باتلت مور اباتد اكشو لي الله سبحانه وتعالى كوهدت انصرت الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم اننا فتحنا لك فتحا قريبة ليغفر لك الله ما تقدم من ذهبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وان صورة الله مصرا عزيزة هذه صورة الفتح توقع باتلت فتح مكة توقع باتلت مكة ولكن في حقيقة توقع باتلت صلح الحدوية فتح مكة كانت دوير 8 في هجرة صلح الحدوية حدوية لما يجبا له أكبر دوير 8 له ضرورات كما ترغب اتوار الكمال لما يجبون اولادة المتجونة توقع باتلت اخرى انصرت كبان اولادة اولادة انسنا لما يجبون انصرت اولادة توقع باتلت ترجمة نانسي قنقر فرسل عزان دي صايدد فر عمره. and they went we look at the ودينة. going to mecca. how many of them? they were about fourteen hundred. fourteen hundred صحابي. and they have with them they were اه ان يناقض النقاط. which is very close to اه كل الابداع عليها. the details. or origin حلالة. very close if you made a حج جمازة اه نقاط اف مدينة. so all the way coming from مدينة. to mecca. about four hundred and fifty kilometer. almost was arriving. they are arriving. now quranjsh realized the news. and they sent Khalil Walid at that time he was still careful to prevent them. and they managed to you know change the direction. and he found them there already. so they went to quranjsh and told them to register. and they didn't want him to come. but they said how come they come. they are already fighting with us now. they come without our permission. we did not allow them. but Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he didn't want to fight. and they have with them all of them. they are in Ahram. and they are with them the sacrifice. and and when they have sacrifice. usually they make a work. and the khalil that this is for ah sacrifice. and all the Arabs know that. so they are there very close to Makkah. and had a idea. so quranjsh kept sending people and warning them that he want to fight. he said he is not trying to fight. and he said if he propose anything. we will accept it. so eventually he sent one. and then another one. and finally there is one ah person. he became a very good muslim. better one. his name is ah ah Musud ibn Arwa al-Shaqafi. this man. he told quranjsh the proposal that Muhammad is bringing is reasonable. so let me go and negotiate with them. let me go. and negotiate with them. do you trust me? he is from the kuffar side. he said do you trust you? he said remember when i helped you and so many occasions i brought my people to fight with you and all this thing. so do you trust me? he said yes. so he went out there. now this 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 person is a kaffir but he is intelligent and he want to check how what is the situation like those people ah what is their status and so first thing he said he said he said he said I write a in stasolta kawmika. and write a hand in the he said if you are able to you know destroy your people your your people in Naka your family and your relatives and you able to completely smash them have you seen anybody from the arabs did this to his tribes and and then he said the other way what will happen if you lose why you lose them who lose them? now he's attacking them just to make them fun with a lot of spirits like this. now he's attacking the saha so it's not one of the wars of the wars of the peace 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 in the Taiwan so now he's attacking the saha and he said it's other way and if it's inside of you you overkill your people in Naka and completely distrust them ما إذا كان الوصول الانتائجاً عندما يحدث؟ وما ليس أردك من الأشخاص لا يسعى الناس وما في المحل الوقت سوف يسقطك وكذلك هذا الشيء يفعل الأصحابة حتى لو كان يفعله حتى أنه سيداً فهذاً، هو قد يعمل أفضل هذا مصرحه أفضل هذا الاليه يتحرك ومع ذلك مصرح كما تتكلم شيئا ما لا أستطيع أن أقول في الخطبة ولكن أبوكي صديق قال قال أمسوس بذر الله عبارة يتحرك هذا الاليه أعطي أن يريد أن يتحرك مصرحه يتحرك هذا الاليه ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك قال لذلك لذلك لن أتحرك ومع ذلك ثم ومع ذلك 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 ليس السلام محمد صلى الله عليه وسلم يكون هناك شخص كبير ولقد كانت معلومة كلما هذا شخص قمت سرخة خطروه وسلطه ومحمد صلى الله عليه وسلم الأبد لا يشربة شخص لكنه أ Nitze ثم بدأترف خطروه من نرى ثم بدأت تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم هذا الرجل يقضيه يقضيه قضيه 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 من هذا الرجل الذي أزعجني من هذا الرجل يقضيه قضيه 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 ابن أخيك مهلا يقضيه أنه يقضيه لماذا يقضيه لأنه موجوده أصبح صلى الله عليه وسلم فهل يقضيه وفي ثم يقتطيه يأخذ يقضيه وقد هذه إلى مدينة وقضيه رفت محمد صلى الله عليه وسلم أنا أعني الإسلام و هذا هو المال ذلك البيت محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أحسنت الإسلام أهلاً ولكن أستطيع المال لأنه لم يمتلكه بحق بتغير كم أنه لم يمتلكه الطريق لذلك يبحث عن المال لذلك سيده قال من هذا الغير بن شعب يبقى يبقى أنا مستطيع ملعق لما قلت ماذا كنت لأنه يجب أن يشعروا على جميع الأصابات والأساسين الذين يقتل منه هذا المغير بن صعب ثم سعب عوام ثقفي يبدأ برؤيته الصحابة كيف يتحقون ثم يرون أن يرون أن رسول الله سبحانه كان يقوم بأسهل منه يتعطلون مجدداً لتقاتلين على وضوء إذا ابتدر عبراً إذا يتعطل شيئاً يتعطلون مجدداً يتعطلون مجدداً ثم لا يتعطلون بفرد المرأة ثم قال إذا تنخم نخام شيئاً يأتي منه منه أو قبطه يأخذ في عبراً وسأخذها في عبراً وقلتها في حديث ثم ثم يتعطلون مجدداً يتعطلون مجدداً من سنعطل يتعطل هذا ثم يتعطلون هذه الأشخاص لا يتعطلون مجدداً أنهم جميلون في الناس لذلك أردت إلى أحد الناس في مكة وقلت أن أرى كسرى و سيزر و النجاشي فخلت على الموقع كسرى و قيصر و النجاشي فلم أرى أحداً يعني لم أرى أحد من كل هذه الناس لأنهم جميعاً لهم يعملون لهم لديهم ربعاً لهم بعد أن أرى ربعاً لهم لذلك يجب أن يقوم بإمكانه كان يتعلم هذا يتعلم الأصحاب الآن أردت أخرى كما أردت أخرى لتعلم الأصحاب لتعلم الأصحاب لذلك يجب أن يتعلم كما أردت أخرى كما أردت أخرى سهيل بن عمر سهيل بن عمر سهيل بن عمر سهل الله عليك سهل الله عليك سهيل بن عمر سهيل بن عمر سهيل بن عمر تلاح Renditer لذلك يتعلم بين محمد يقول سهيل بن عمر سهيل بن عمر سهيل بن عمر سهل بن عمر عليه في قامة سهيلت سهيل بن عمر سهيل بالدرجة جمع المحمد سهيل بن عمر الله علي بن عطل فعله وقاله 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 وقالت من قرات العلاق والدخول وقاله باستنوى 10 عام يدعون هذا الانتظار لإسلام وقالما لا يمتعون من أحدهم وقالوا أننا لا يمكننا أن يأتي للمنزل عمر هذا العام يأتي كل الوقت من مدينة حقاً 400 كم يأتي لدينا أن يجب أن أذهب لأنه إذا أجب أن يأتي للمنزل هذا العام يعني أننا نجد من المساعدة على قوة لك لذلك يجب أن تذهب وعندما في الوقت الماضي في المنزل القادة لكنهم لا يمكنهم أن يأتي لهم وعمر المخطاب وفقاً أكثر من المدينة إنه إذا كان من أحد أحد من مكة يصبح مسلم ويأتي إلى مدينة يجب أن يجب أن يجبه إلى مكة ويجب أن يجب المسلم من مدينة ويصبح كافر ويصبح كافر في مكة يجب أن يجبه لا يجب أن يكون هناك بشكل مسلم وقد أدخل وقد أدخل المسلمين في حدوية قد حقاً من المساعدة ورسوله صلى الله عليه وسلم أتمنى أنه لا يتعود هذا وقال سهيل بن عمر قال هذا هو الأولى التي يجب أن تتعود هذا المتحدث هذا المتحدث رسوله صلى الله عليه وسلم قال حتى لا نتعود هذا المتحدث هذا هو من أجل قال حقاً رسوله صلى الله عليه وسلم قال يعني give me exception give me a favor just leave this man he said no عمر المحطام especially because the صحابة all of them they felt very bad that this is what happened to a Muslim coming and had been tortured and had been struggling and then come to us and then we return back to the kuffar to him to رسول الله صلى الله عليه وسلم apparently this was in the heart of all the صحابة but he is the one spoke and he said to رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم and from them he said yes and he would disobey him and he would make me victorious so he gave three sentences so he gave three sentences so when the khattab finished he can't say anything yes so he went to the other side of the camp and he said he was talking about 1400 people and he went to ابوك الصديق and he repeated the same questions and he repeated the same questions he said to us that we're going to do and we're going to visit المكة البيت الحرار he said did i tell you is this here he said no he said no you're going to visit but not this here so when you went to ابوك الصديق ابوك الصديق and the amazing thing ابوك الصديق said انه هو رسول الله وليس يحسيه وهو أنوصره فالزم غرزة so he repeated the same answers the three answers that رسول الله answered him the same answer that رسول الله صلى الله خطاب ابوك الصديق repeated the same answers سبحان الله as if Allah سبحانه وتعالى give him the same answer and then at the end he said فالزم غرزة that means that he should stick to what his way so this is i have to do so many extra to compensate for that because he objected the prophet so he passed so many days he gave so many sadaq because he spoke against what the prophet wanted to do but this is out of his love for the muslims that coming tortured and all this so this is now now after all of this he told the sahaba okay now since we are not allowed to come to make orders of this year then what you should do you should shove your neck and sacrifice your animal and go back so he repeated three times no one of the sahaba did anything he ordered them three times and they stood like this so the muslims got very annoyed and he went to his wife because every trip he goes usually he takes one of his wives with him and they make like lots of ministry so the muslims was at that time so he went to work now when people say that that the muslim did not consult the woman actually he could ask her what to do he asked her what to do he said he said if they disobeyed him he did not he did not disobey him but he did not exclude his order which is something very important and very terrible if they don't exclude the order of the prophet so I said what should I do he said don't talk to anyone get out shake your head and slaughter your sacrifice and don't talk to anyone of them so that's my advice and that's what he did and the sahaba saw him doing this right away all of them start shaving ahead of each other in a hurry and actually the right side almost like going to kill each other we injured from the so this is what eventually they accepted of course but but this is what uh did uh and 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 and